قبل بداية مقطعنا اليوم وقبل ما أبدأ حديثي عن صفقة النادي الأهلي الجديد عبدالله المقرن حابب أوضح نقطة سريعة في الفترة القادمة بإذن الله رح يكون عندي عدة مقاطع في فترة الانتقالات الشتوية وزي ما أنتوا شايفين ما شاء الله تبارك الله عدد المشاهدات جيد فاللي حابب يعلن في الفترة القادمة وفي أسعار رمزية رح ترك لكم جميع حسابات في مواقع التواصل سواء في الانستجرام أو في التيك توك أو حتى في تويتر تحت في الوصف وفي التعليقات تواصلوا معايا هناك وبإذن الله في خصم خاص لأول معلن وخلونا الان نبدأ في مقطع اليوم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم فارس أو فارس أوفشل مقطع جديد مقطع اليوم رح يكون رأيي عن صفقة النادي الأهلي الجديدة وعدة مواضيع حابب أتكلم عنها في حلقة اليوم ولكن قبل ما أبدأ أتكلم عن الصفقة إذا كان جديد على المقطع ووقف المقطع الان وانزل اشترك خلينا نوصل 110 ألاف مشترك كل اللي باقي لنا أقل من ألف شخص فخلونا نوصل هذا الرقم اليوم وأوعدي شخص اشترك أنه بدنا لا يستبدأ في حتول القناة وخلونا الان نبدأ حديثنا عن صفقة عبدالله المقرن قبل عدة دقائق أعلنت صحيفة الرياضية رسميا عن توقيع النادي الأهلي مع اللاعب عبدالله المقرن لاعب نادي الرائد بعد دخوله الفترة الحرة يعني اللاعب الان وقع مع النادي الأهلي وراح يكون معاهم من الموسم القادم ولكن في حال رغبة إدارة النادي الأهلي أنه اللاعب يلعب معاها من الان لازم تشتري عقدهم النادي الرائد سواء تعطيهم مبلغ مادي أو أنها تعطيهم أحد اللاعبين اللي عندنا وهذا الكلام راح نخليه بإذن الله في آخر المقطع ونتحدث عن عدة مواضيع ولكن في البعض راح يسألني طيب من هو عبدالله المقرن يا فارس عبدالله المقرن هو لاعب سعودي من مواليد 1996 تحديدا الموافق 16 نوفمبر اللاعب اللي يميزه أنه جوكر ما شاء الله تبارك الله هذا اللاعب يا جماعة الخير قادر يلعب لك في عدة مراكز نتكلم عن مركز صانع اللعب نتكلم عن مركز الجناح نتكلم أيضا أنه قادر يلعب لك في مركز المهاجم الثاني وهذا يدل أنه اللاعب عندهم كانية جدا جيدة يحتاجها النادي في الفترة القادمة يعني لو نرجع لعدة مباراة في الفترة الأخيرة النادي الأهلي كان يعاني من عدم وجود بدلاء على دكة الاحتياط وأكبر دليل عندنا مباراة الشباب الأخيرة الأهلي قلب المباراة ولكن في الدقائق الأخيرة شخنا كيف هيثم عسيري وعبدالرحمن غريب ما عد عندهم لياقة والبدلاء اللي عندك ما هم كفؤ أنك تلعبهم يعني مع احترام اللي يقول الحسن للدور سلمان المؤشر بدلاء شفنا هذول اللعيبة هذا الموسم كانوا عالى على الفريق وما فاد الفريق أبدا تقديري واحترامي كبير سلمان المؤشر وما ننكر اللي سواه في المواسم الماضية ولكن اللاعب ما عد يقدم شيء للنادي الأهلي طيب في البعض يقول طبع عبدالله المقرن اش بيقدم؟ عبدالله المقرن يا جماعة الخير الموسم الماضي مع بزنك هاسي اللي هو مدرب النادي الأهلي حاليا قدم موسم جدا مميز خلينا أعطيكم حصائيات عبدالله المقرن عبدالله المقرن في الموسم الماضي مع بزنك هاسي تحديدا في 24 مباراة اللاعب ما شاء الله تبارك الله ساهم في عشرة أهداف أنتوا صدقين أن اللاعب لعب 24 مباراة ثمانية منها دخل كبديل وإجمال الدقائق اللي لعبها اللاعب ما يقارب من 1407 الدقائق اللاعب عشرة أهداف ساهم فيها طيب كيف العشرة أهداف؟ عندنا خمسة أهداف سجلها وخمسة أهداف صنعها إضافة أن اللاعب عنده 15 فرصة صنعها 273 تمريرة ناجحة دقة التمريرات أو دقة نجاح التمريرات عنده 76% عنده 2 عرضيات ناجحة و14 مراوغة ناجحة وتعتبر أحصائيات جدا جيدة للاعب يلعب في نادي متوسط إضافة لأنه اللاعب شاب ولسه في أول مواسم تقريبا فيقدم لك هذا الأداء شي جدا جيد أما عن إحصائيات اللاعب في هذا الموسم في الدول السعودي فعبدالله المقرن شارك فيه 7 مواجهات فقط ثلاثة منها بشكل أساسي اللاعب ساهم في هدفين سجل هدف وصنع هدف وعنده أربعة فرص صنعها مدرب نادي الرائد الجديد بابلو ماشين اللي سابقا درب نادي العين ما أعجب باللاعب ولذلك حطه على دكة البودلاء وغير كذا أنه عنده لعيبة ممتازين جدا محليين أو أجانب ممكن يكونون برأي المدرب أفضل منه نتكلم من الرائد عنده محمد فوزير عنده إيدير عنده كريم البركاوي نتكلم عن يحي الشهري وغيره من اللعيبة هذه وجهة نظر ولكن بزنك هاسي أيضا عنده وجهة نظر وتحترم طيب فيه الآن البعض رح يقلل من الصفقة وأنا أعرف هذه العينات دائما لازم تحارب ولكن أنا حابب أعطيكم نقطة مؤكدة ومن هذا المنبر وأنا مستعد أحلف على كلامي إدارة النادي الأهلي دخلت على سوق الانتقالات بشكل كبير ما تتصورون أنها قدمت عروض رسمية لجميع اللعبين الموجودين في السوق وعروض تفوقت على العروض اللي مقدمتها الأندية الثانية اللي حصلت على اللعبين وأنا أقدر أذكر لكم أسماء بسماني حابب أذكر أسماء اللعيبة اللي فاوضهم الأهلي عشان لا أدخل فيه مشاكل من هذا الكلام لكن والله إدارة النادي ما قصرت أبدا ولكن أغلب اللعبين اللي رفضوا العروض بسبب أخطاء الإدارات السابقة يشوفون أنه الأهلي حاليا في بيئة غير جذابة ومن هذا الكلام ولكن إدارة النادي حاليا تسعى لتصحيح هذه الوجهة اللي طالعها الفريق وبإذن الله أنه مع الصفقات الحالية راح تطلع صورة أحسن عن النادي الأهلي وأنا متأكد السنة القادمة ما في أي لاعب ممكن يرفض النادي الأهلي إلا ممكن لسبب أنه هذا الشيء راح يوديه المشكلة مع جمهور فريق وغير كذا ما في أي لاعب راح يرفض النادي الأهلي وأذكركم بهذا الكلام ورح تكون بيئة النادي الأهلي جذابة جدا العلمكم أنا أعطيكم معلومة سريعة الأهلي قبل ما يوقع مع عبدالله المقرن كان قريب جدا من حصوله على خدمات سامي النجعي لاعب نادي النصر ولكن إدارة نادي النصر رفضت بيع أو إعارة اللاعب للنادي الأهلي وفضلت أنها تتمسك فيه لذلك إدارة النادي الأهلي ما سكتت أبدا وعرضوا لاتجهت للاعب مشابه لمواصفات سامي النجعي ووقعت مع اللاعب عبدالله المقرن وهذا شيء يحسب جدا لإدارة النادي الأهلي ولكن عبدالله المقرن عنده سلبية لازم أذكرها عشان أكون صريح معاكم اللاعب تعرض لإصابة قبل شهرين من الآن وكانت آخر مباراة له أمام الطايل اللي انتصر فيها الرايد بنتيجة أربعة واللاعب غاب عن الملاعب ما يقارب الشهر والنصف والآن اللاعب تقريبا خلاص تشافى من الإصابة وراجع في الفترة القادمة لذلك يعيق اللاعب أنه اللاعب له فترة منقطع اللعب كرة القدم وهذا شيء سلبي جدا ولكن ما ننكر الإحصائيات المميزة اللي عند اللاعب ولكن قبل ما أعطي رأي نهائي عن هذه الصفقة إذا وصلت لهذه النقطة من المقطع ولسه مشتركت وقف المقطع الآن وانزل اشترك خلينا نوصل 110 ألاف مشترك وتكون قدرت جهدي وتعبي في هذا المقطع أما الآن خلونا نتكلم عن صفقة عبدالله المقرن سلبية الصفقة أنه اللاعب ما رح يكون معاك إلا الموسم القادم وهذا شيء سلبي جدا ولكن أنا أشوف لو إدارة النادي الأهلي ذكية تتخلى عن خدمات أحد اللاعبين الموجودين مثل سلمان المؤشر اللي ما رح يقدم لك أي فائدة في الفترة القادمة ويصير تاخذ مقابل عبدالله المقرن أو ممكن أنك تدفع لهم مبلغ مادي ما بين المليون إلى ثلاثة مليون وأعتقد نادي الرائد لن يرفض عرض النادي الأهلي أبدا أما عن إيجابيات اللاعب فذكرت لكم إحصائياته وذكرت لكم أنه اللاعب عنده علاقة جدا كويسة مع مدرب بزنك هاسي وبزنك هاسي يعرف كيف يوظفه داخل أرضية الميدان وذكرت لكم إحصائياته في الموسم الماضي كيف انفجر معاه الله يكتب اللي في الخير وإن شاء الله يفيد هذا اللاعب النادي في الفترة القادمة أما بخصوص تقييمي للصفقة فأنا أقدر أقيم هذه الصفقة سبعة من عشرة اللاعب جدا جيد وبإذن الله أنه قابل للتطور وبإذن الله أنه نشوفه يكون من أهم النجوم الموجودين في الكرة السعودية ليش لا في لعيبة كثير أتوا من أندية صغيرة وراحوا لأندية كبيرة ونجحوا وأثبتوا أنفسهم وبإذن الله عبدالله المقرن يكون أحد هؤلاء اللاعبين ويثبت نفسه مع النادي الأهلي ويكون إن شاء الله فاتحة خير على النادي الأهلي في الفترة القادمة على العموم هنا وصل نهاية المقطع واتمنى منكم أنتم الآن تعطوني رأيكم في هذه الصفقة تحت في التعليقات وهل تتوقعون نجاح اللاعب مع الأهلي في الفترة القادمة أو لا وإذا لسه ما سمعتم رأيي عن صفقة أيمن يحية للنادي الأهلي طالع لكم الآن المقطع على يمين الشاشة وأيضا طالع لكم على يسار الشاشة رأيي في صفقة محمد العويس وتفاصيل خاصة في الصفقة وأيضا طالع لك شعار القناة اضغط عليه واشترك خلينا نوصل 110 ألاف مشترك ولا تنسى تذكر الله عز وجل كان معكم فارس وفارس أوفيشل شكرا لكم حبائبنا ومع السلامة